تنديداً بالمجازر المتواصلة في حق أبناء شعبنا نظم ناشطون وحقوقيون في تونس وقفة تضامنية في شرع لحبيب بورقيبة في العاصمة طلبوا من خلالها بضرورة وقف إطلاق النار في فلسطين أهم 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 مطلب هو وقف الإبادة وقف الحرب دخول للمساعدات الإنسانية شعب قاعد يجوع أطفال قاعدين يموتوا يبلجوع يبلقصف يبلخوف يعني وقف الاعتقالات وقف التنكيل بالأسرة وقف التنكيل بالناس يعني نراه في جرائم وحشية معناها كيتعدد الجرائم على أقل أنا عمري ستين سنة مريدش في العهد الحاضر جرائم حصلت بالطريقة هذه ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للاحتلال الإسرائيلية وأخرى تدعو إلى مقاطعة المنتجات الداعمة لها ونددوا بتقتل النساء والأطفال المتواصل أمام مرأة ومسمع العالم اليوم شيء معصف بالحق أنا نشوف ما عادش عندي قوة باش نحكي على اللي نشوفه فيه اللي يساير في أخوتنا في غزة اليوم حتى فلسطين الكله جينين ولكلهم اليوم قاعد الاحتلال قاعد يبيد في فلسطين يبيد في غزة اليوم أخوتنا يجوعوا قدامنا جيعانين طفالة تموت قاعد أطفالة تموت من الجوع لا سلاح غير المقاطعة الآن في كل البلدات العربية وفي جميع أنحاء العالم نحن ليس في البلدات العربية فقط بل حتى في البلدات الأوروبية وفي حالتها أمريكا اللاتينية إذن في عدة أماكن من العالم وقعت المقاطعة وكان سلاح فعال وعطاه نتيجة جيدة ولا بد أن ندعمها وتصبح حركات المقاطعة هذه هي حركات عامة موجودة في جميع أنحاء العالم وليس في تونس فقط تأتي هذه الوقفة ضمن جملة من التحركات المستمرة الداعمة لفلسطين في تونس منذ بداية الحرب على غزة وتصب جميعها في المطالبة بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة يواصل التونسيون مسيراتهم ووقفاتهم التي تصب جميعها في نصرة الحق الفلسطيني والمطالبة بضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلية وإيقاف النار على غزة لتلفزيون فلسطين حيات بنهلال تونس ترجمة نانسي قنقر